في أول لقاء رفيع المستوى منذ أزيد من سبعة عوام أصدر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والإيراني حسين أمير عبدالهيان في الصين بيانا مشتركا حول استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران عقب اتفاق توسطت فيه بكين الشهر الماضي وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على أهمية متابعة تنفيذ عودة العلاقات بين البلدين من خلال إعادة فتح الممثليات واتخاذ الإجراءات لفتح سفرتي البلدين في الرياض وطهران وقنصليتي جدة ومشهد بالإضافة إلى تفعيل اتفاقية التعاون الأمني وكذلك الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي فيما أكد الجانبان على أن إعادة تطبيع العلاقات سيسهم في تحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط أطلقت مؤسسة ميثاق لإحياء التراث والبحوث الإسلامية فعالية يوم المخطوط العربي الذي يصادف الرابع من نيسان من كل عام ونظمت فعالية هذا العام تحت عنوان أخلاقيات العلم وآداب الطلب بمشاركة ممثلين عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو يوم تحتفي به جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وتحييه مؤسسة ميثاق في كل عام بتاريخ الرابع من نيسان هو يوم المخطوط العربي لإحياء جزء مهم من التراث العربي والإسلامي المكتوب المتمثل بالمخطوطات العربية والتاريخية هذه المخطوطات التي كتبها الأجداد، العلماء الأجداد بخط يدهم في أوقات صعبة أصبحت الآن هي منارة من المنارة علوم في كل أرجاء المعمورة ونحن نفخر ونزه بهذه المخطوطات فبالتالي يجب أن نحتفي بيوم المخطوط تأكيداً على أن لدينا تاريخ جذور ضاربة في الأرض الفلسطينية وأن هذا جزء من الهوية الوطنية الفلسطينية التي نواجه بها الرواية المزيفة من قبل المحتل الإسرائيلي تضم ميثاق ألفاً ومئة وخمسين مخطوطة وهو أكبر عدد من المخطوطات العربية بحوزة جهة تعنى بالتاريخ العربي في فلسطين وهي تحاول حماية هذا الإرث لأهميته في ضحض رواية الاحتلال المزيفة فمثلاً يحتوي أرشيف ميثاق على مخطوطة للفقيه صالح التمرتاشي بعنوان الخير التام في ذكر حدود الأرض المقدسة وفلسطين لعام 1715 للميلاد لا شك أن المحافظة على المخطوطات في فلسطين هو أمر مهم جداً لأنه يبرز هوية الشعب الفلسطيني الإسلامية ويبرز دور العلماء في فلسطين على مدى القرون وواجبنا اليوم أن نحافظ على هذا التراث وأن نعمل على نشره أحد عشر عاماً وميثاق تحيي هذا اليوم بصفتها المركز الوطني للمخطوطات في فلسطين في سبيل نشر الوعي التراثي العربي والتعريف بجهود الحضارة العربية وعلمائها من بلدة أبوديس شرق القدس المحتلة أسيل سليمان رؤيا